اهلا بكم كل متابعين الكرام في فيديو جديد وحلقة جديدة النهاردة هقول لحضراتكو على توقع جديد من اتنين من افضل الخبراء الاقتصاديين اللي ممكن حضرتك تشوفهم في مصر كلها يعني خبراء اقتصاديين لما يقول لحضرتك كلمة توقع ان هي ممكن تحصل في خلال الايام اللي جاية لانه طبعا كلنا عارفين انه في اجتماع للجنة السياسات في البنك المركزي يوم الخميس القادم هقول لحضراتكو دلوقتي الكلام اللي دار ما بينهم امبارح وكمان هقول لحضراتكو على الشهادة الجديدة اللي تم الاصدارها بعائد 27% ولكن شهري وليس سنوي تعالوا بقى مع بعض نتكلم في كل التفاصيل دي ولكن يا ريت لو حضراتكو ما اشتركتوش في القناة تشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس عشان يوصل حضراتكم منا كل جديد حضراتكو عارفين انه احنا عندنا اجتماع لجنة السياسات في البنك المركزي وده اجتماع الدوري يعني في موعده هيكون يوم الخميس القادم ان شاء الله وطبعا بتدور التوقعات حوالين اما تخفيض او تسبيت اسعار الفايدة مفيش خالص اي توقعات برفع اسعار الفايدة وده ياخد حضرتك لاسعار الشهادات اللي جاية معنى الكلام اللي انا بقوله لحضرتك ده انه الشهادات اللي جاية هتكون اسعارها منخفضة اكتر من العوائد اللي موجودة دلوقتي وانبارح كان فيه لقاء مع الاعلامي عمر اديب لدكتور مصطفى بدرة ودكتور متحة نافع ودول طبعا من اهم الخبراء الاقتصاديين المصريين اللي ممكن تسمع ليهم انبارح كانوا بيتكلموا على انخفاض نسب التضخم طبعا انا قلت لحضرتكو في اعلان من المركزي للإحصاء اعلن لنا الشهر الماضي كان فيه تباطق في نسب التضخم او انخفاض ولو طفيف في نسب التضخم ممكن يكون واحد في المية واحد بوينت تلاتة من عشرة في المية شهر تاني واحد في المية ولكنه على مدار ثلاث شهور بيعد تباطق في معدلات التضخم يعني انخفاض في نسب التضخم وجاء بعديها على طول استاذ محمد الاتريبي رئيس بنك مصر قالوا بمنتهى الوضوح والصراحة انه خلال الايام اللي جاية او قبل اجتمع لجنة السياسات في البنك المركزي بيتم دراسة تخفيض اسعار الفايدة على المنتج اللي كان موجود اصلا او على شهادة 23.5% 27% يعني المنتج زي مولت لحضرتكو قبل كده هيكون موجود ولكن هيتم تخفيض اسعار الفايدة عليه ممكن بقى حضرتك تشوفه 25% ممكن يتم تعديله ويكون لمدة 3 سنوات المهم لجاني لقو في البنك هتجتمع يوم الخميس القادم بعد اتخاذ قرار لجنة السياسات في البنك المركزي سواء بالتخفيض او بالتسبيد لكن التوجه العام دلوقتي من كل الخبراء الاقتصاديين اللي موجودين في مصر انه حضرتك خلال الايام اللي جاية هتبدأ تشوف تخفيض لنسب الفايدة كمان مش المصر بس او المصريين بس اللي بيقولوا طبعا مش هننسى توقع بنك جولدمن ساكس بتخفيض اسعار الفايدة 2% مش مهم النسبة كان ولكن المهم انه في دلوقتي توقعات بقيمة 70% انه نسب التضخم هتنخفض وبسبب نسب انخفاض نسب التضخم هيكون فيه تخفيض لاسعار الفايدة خلال الفترة القادمة الفريق التاني بيقول لحضرتك انه لو تم تخفيض اسعار الفايدة حضرتك بتخفض الاسعار بالنسبة للناس اللي جات لك مصر على الاسعار الفايدة المرتفعة يوم معومت الجنيه ورفعت اسعار الفايدة 600 نقطة اساس فده هي تسبب في مشكلة كبيرة جدا في هروب الاموال السخنة يوم الخميس القادم هنعرف بالزبط ايه اللي ممكن يحصل ولكن من المتوقع بنسبة كبيرة تثبيت ولا تخفيض ولا رفع اللي هيحصل ده هنقوله لحضراتكو يومها بالزبط هنقول لحضراتكو ايه اللي حصل وتأثير ده على الشهادات بتاعت حضرتكو ايه ولكن الشهادات العائد السابت ما بيكونش عليها تأثير يعني التأثير الفعلي او الاوتوماتيكلي بيكون فقط على شهادتك المتغيرة مع حضرتك شهادة متغيرة بيتم التخفيض عليها فورا في حال التخفيض تثبيت بتفضل سابتة زيب هي رفع بتفضل مرتفعة بترتفع اوتوماتيك طيب ليه البنوك دلوقتي بتصدر شهادات بعوائد بتتخطى عوائد شهادات البنك الاهلي وبنك مصر طبعا مش بقصود الشهادات الاستثنائية البنوك الخاصة ما بتعملينا الشهادات استثنائية اللي بيعملينا الشهادات استثنائية البنك الاهلي وبنك مصر والشهادات الاستثنائية الموجودة حاليا هي 27% 23.5% شهري وال30.25.20 بتاعة البنك الاهلي وبنك مصر شايفين انه البنوك دلوقتي في سباق مع الزمن عايزة تاخد خطوة استباقية شايفة انه ممكن يتم تخفيض اسعار الفايدة فبتحاول ترفع بشهادة اه بوينت خمسة وسبعين من مية في المية يعني واحد الا ربع في المية خمسين في المية اه سوري خمسة في المية عشرة في المية تلاتة في المية بيحاول نص في المية واحد ونص في المية بيحاول ان هو على قد ما يقدر يكون متميز اكتر من البنوك الحكومية والنهاردة في بنك جديد امبارح قلت لحضراتكم على البنك اللي اصدر الشهادة بتاعت امبارح ممكن حضراتكم ترجعوا للفيديو النهاردة كمان في شهادة جديدة لمدة 3 سنوات شهادة سلسية من بنك الاستثمار العربي لحد الادنى لشراء الشهادة 1000 جنيه ومضاعفات 1000 جنيه الاسترداد عادي جدا زي اي بنك بعد 6 شهور سواء استرداد جزئي او كلي ولكن بصراحة شايفين انه البنوك بتعمل حاجة دلوقتي هي مميزة جدا 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 بدأت البنوك تعلن مع كل شهادة عن جدول الاسترداد للشهادة يعني هنا مثلا لو حضرتك كسرت الشهادة في السنة الاولى يعني بعد الست شهور الاولى بتخسر 19% من العائد اللي هو السبعة وعشرين في المية في السنة التانية بتخسر 15% وفي السنة التالتة بتخسر 12% طيب من كام يعني كام العائد الشهادة هنا شهادة سلسية يعني مدة تلات سنوات السنة الاولى سبعة وعشرين في المية السنة التانية واحد وعشرين في المية السنة التالتة سبعتاشر في المية الفائدة هنا شهرية يعني حضرتك بتقدر تحصل على الفائدة شهرية بقول كده علشان خاطر حضرتك لو جيت قرنتها في الشهادة اللي لسه موجودة ومتوقع تكون موجودة فقط ليوم الخميس القادم فهو بيعتمد على أنه يوم الخميس القادم ممكن تكون الشهادة دي مش موجودة فهو بينزل ببديل لها لكنها الحقيقة أقل شوية في الفايدة يعني لو جينا شفنا شهادة 27% 21% 17% في السنة الثالثة من بنك الاستثمار العربي وجينا شفنا معدل الفايدة على الثلاث سنوات هيكون 65% يعني 21.6% سنويا ولكن طبعا دورية الصرف شهرية يعني ال21.6% ده سنوي بيقسم على 12 شهر طبعا زي ما تعلمنا مع بعض قبل كده طيب شهادة البنك الاهلي 30% 25% 20% يديني إجمالي 75% يعني سنوي 25% أنه أفضل؟ لا طبعا شهادة البنك الاهلي وبنك مصر ولكن أنا الشهادة دي ممكن فأهنى أقارنها بشهادة البنك الاهلي وبنك مصر مدة الثلاث سنوات لأنه ما ينفعش أقارنها بشهادة استثنائية ممكن تخلص بعد أيام شهادة البنك الاهلي وبنك مصر 21.5% دي مدة الثلاث سنوات اللي موجودة حاليا تقدر تشتريها في أي وقت حتى بعد قرار البنك المركزي الشهادة اللي معنا دي شهادة متدرجة التانية شهادة 21.5% عائد سابت والعائد برضو شهري هنا لحد الأدنى 1000 جنيه ومضاعفات 1000 جنيه وفي شهادة البنك الاهلي وبنك مصر 1000 جنيه ومضاعفات 1000 جنيه هنا لو حضرتك حابب تروح تاخد الشهادة دي أو هي بالنسبة لحضرتكم مميزة تقدر عادي تفتح حساب البنك الاستثمار العربي وبعد كده تبدأ تفتح حساب جاري أو حساب توفير وتعمل ايداع بالمبلغ وتبدأ تشتري الشهادة هيطلب من حضرتك أوراق قليلة جدا صورة بطاقة رقم قومي تكون سريا إصال مرافق حديث أب 3 شهور تحدل أدنى لفتح الحساب انت حضرتك هنا مش هتحتاجه لأنه انت كده كده هتحط أو هتودع مبلغ الشهادة كله وأحيانا بيطلب مصدر دخله ولكني لا أعتقد أنه هو ممكن يطلب من حضرتكم مصدر للدخل أيهما أفضل شهادة البنك الأهلي وبنك مصر ولا بنك الاستثمار العربي البنك الاستثمار العربي العائد عليها إجمالي أو كله 65% والبنك الأهلي وبنك مصر 75% يعني بتتميز ب10% على مدارة 3 سنوات تبقى شهادة البنك الأهلي وبنك مصر أفضل ولكن في ناس بتفضل أنها تفضل عميلة للبنك التاعها بقول لحضرتكم على المنتج وبعد كده حضرتك بتقدر تميز أنه أفضل ليك أنه شهادة أفضل ولكن خلي بالك بالرغم من هي دي أفضل ممكن تكون أفضل ولكن العائد عليها بيصرف بصورة سنوية يعني 30% تاخدها في خلال السنة الأولى في نهاية المدة 25% في نهاية المدة 20% في نهاية المدة وكمان دي شهادة استثنائية على يوم الخميس القادم ممكن تشوفها مش موجودة دلوقتي القرار بيرجع لحضرتكم بتمنى كده أن يكون الفيديو كان مفيد بالنسبة لأي حد من حضرتكم وقدرتوا تستفيدوا منه ولو بمعلومة واحدة بانتظر من حضرتكم لو استفدتوا بمعلومة واحدة يا ريت ما تنسوش اضغطوا لايك وشير كتير جدا للفيديو عشان يوصل لعدد كبير من الناس ان شاء الله على خير نتقابل في الفيديو جديد فأمان الله